اهلا بكم مشاهدين الكرام ولقاء جديد في مؤشرين نين نتعرف معنا بالأرقام والتحليل على أداء البورصة المصرية والتي سجلت معشرتها ارتفاعا جماعيا ضد إغلاق تعاملات اليوم الخميس نهاية الدولة الأسبوع واستيقبال شرائي مكثف من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية على الأسهم الكبرى والقيادية هذا وقفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية اي جي اكس 30 بما نسبته 81% ليبلغ مستوى 8255.36% كما زاد معشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنحو 0.4% ليبلغ مستوى 365.45% وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 لوصان طاقا والذي اضاف نحو 0.49% ليبلغ مستوى 794.48% وامتدلت الارتفاعات لمؤشر اي جي اكس 20 محدد الأوزان النسبية الذي صعد بما نسبته 51% ليسجل نحو 8534.37% ونتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم حيث كان قطاع العقارات الأنشطة وتصدر القائمة بنسبة 25 و 73% تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 22 و 54% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14 و 73% بينما حل قطاع البنوك رابعا بنسبة 14 و 52% من نسبة لفئات المتعاملين داخل السوق فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الباية واستحوذوا على نسبة 77 و 1 من المئة بالمئة من اجمال التعاملات بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على من نسبته 11 و 93% كما اتجه العرب أيضا نحو الشراء وحصلوا على نسبة 10 و 98% في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على 50.76% في حمالة المؤسسات في سلوكها نحو الشراء وحصلت على نسبة 49 و 23% من اجمال التعاملات عن الأسهم الأكثر ارتفاعا تصدر سهم الوطني للإسكان للنقابة المهنية بنسبة 99% تلاه سهم شركة الناصر الأعمال المدنية بنسبة 49% تلاه سهم الألمونيوم العربية بنسبة 79% ثم سهم النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 57% أما الأسهم الأكثر انخفاضا فتصدر سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 89% ثم سهم رابكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكرالك بنسبة 37% تلاه سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضاع بنسبة 63% وحل رابعا سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 43% هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.1 من 10 مليار بني يوني التعاملات عند مستوى 419 مليار بني وسط تعاملات بلغت نحو 936 مليون جنيه بالمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية وعالم المال يوم ينضم إلينا في سبيل ميل الأستاذ عبد الحميد إمام خبير أسواق المال أهلا بك أستاذ عبد الحميد أهلا بك أسمح لنا أن نبدأ عملية التحليل فور مطلعة هذا التقرير عن أحوال البورصة سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم واستأقبال شرائي مكثف من قبل المؤسسات وسندوق الاستثمار المصرية والعربية على الأسهم الكبرى والقيادية ليرتفع المؤشر الرئيسي للسوق بقوة فيما حدت عمليات البيع من قبل الأفراد من صعود مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو ثلاثة وواحد من عشر مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 419 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 936 مليون جنيه وقفز المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 بنسبة واحد وستة وثمانين من مئة في المئة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو فاصل أربعة من مئة في المئة وشملت ارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً والذي أضف نحو 49 من مئة في المئة محللون أوضحوا أن البورصة وصلت أداءها الجيء بدعم من مضي الحكومة قدماً في برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومفاوطة صندوق النقدة التي تدعم مناخ الأعمال بالشفافية والعدالة مما يشجع الأنشطة الاستثمارية بالإضافة إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حل قريب لأزمة سعر العملة وأضاف الخبراء أن اتجاه الدولة لعادة برنامج الطروحات بالبرصة من جديد عزز من التفاؤل بمستقبل البرصة المصرية في الفترة المقبلة ما دفع المؤسسات للشراء الكثيف على الأسهم خاصة القيادية أهلا بكم مجدداً اسمحوا لنا أن نبدأ الحوار مع ضيفي وضع يكفوكم في مؤشرني اليوم الأستاذ عبد الحميد إمام خبير أسواق الماد الأستاذ عبد الحميد بعد التحية يعني البورصة المصرية لها فترة كانت تعاني بشكل كبير ثم نجد هذا الأسبوع ثم وصوداً للختام ارتفاعات لم تكن مسبوقة في 13 شهراً ماضية كيف ترى وضع البورصة هكذا؟ الحقيقة ارتفاعات وكمان نتائج أعمال وسيولة النهاردة برضو زيادة هكذا المستويات آه فأداء محترم وأداء ممتازة فيه قدة أسباب هنشرحها كده بشكل سريع اللي ده قدت لأن الاقتصادي يبقى ممكن لشكل إيجابي شوية فده أثر ونعكس على البورصة إن البورصة بتسبق الأحداث فخلان نشوف الأسباب كده فالسبب الأول طبعاً والرئيسي المفاوضات بتاعت مصر مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرد لـ 20 مليار دولار أو لـ 21 مليار دولار يشمل ده أو يتبع ده احتمالية تخفيض الجيني اللي بتقال مرة بتتأكد مرة وتتكذب مرة أو بتتنفي مرة فالمستثمرين أو المواسطات الكبيرة بتبقى عارفة إن أي قرد من صندوق النقد لأي بلد بيبقى يتبعه شروط والبعد ويتبعه التزامات والتزام بالجدول الزمني في مقابل إنك تاخد حصة من القرد وده اللي متوقع إن ناخد 3 مليار دولار ففيه احتمال كبير لتخفيض الجيني حتى ولو شكل جزئي فده ساعة كتير إن الأسهم تصعد ودخل لها مركز شرائية ودخل لها سيولة الحقيقة السبب التاني برضو إن الحكومة علنت على البرنامج الاقتصادي مع السيدة الرئيس وقالت إنها تعتمد بشكل كبير على الصناعة المحلية وإن ده هيوفر كتير أو هيعمل بالانس بشكل كبير للعجز الميزان التجاري اللي تسبب في مشاكل في سعر الصرف بالدولار في السوق الموازي برضو من الأسباب اتجاه الدولة النهاردة في اجتماع مع سيد رئيس الوزراء عادة هيكل القطاع الحديد والصلب وقطاع الغازل والنسيج وإن الصناعتين دول ممكن يقصنوا بشكل كبير في معدل نمو قويس للصناعة المصرية وإن إحنا أصلا من استورد غازل ونسيج وملابس جاهزة من دولة وإحنا أصلا مفروض إن إحنا دولة رائدة في هذا المجال فأكون نحصل عادة هيكلة وإن كنا سمعنا الأخبار دي على مدى فترات كبيرة بس يقال إنها خلاص أو شكت على التنفيذ يعني الشركة الشرية الكبيرة خلاص بتماشى في الإجراءات التنفيذية من ضمن الأسباب برضو تصالح الدولة مع رجال أعمال والنهاردة دخل إرادة بعد التصالح اللي حصل مع السيد حسين سالم الدولة وصلها أو دخل لإراداتها أصول عقارية في قيمة 5 و 3 من 10 مليار دولار وفيه رجال أعمال كتير ويقال إن هيتم التصالح معهم وده هيساعد كتير برضو في تخفيض عجز المواصل طيب وأنا هاقف عند كل اللي حضرتك ذكرته ده واحدة واحدة بقى هنتكلم عنه بمزيد من التفصيل يعني أنت ذكرت إن فيه أربع أسباب رئيسية قدت إلى إن البورصة تكون في هذه الحالة من الأداء الجيد الإيجابي لحد كبير تعال نبتدي بالسبب الأول هذه المرة أو اللي بيدفع هذا السلوك الإيجابي اللي حضرتك ذكرته وهو مفاوضات صندوق النقد الدولي اللي هتدفع بهذا القرد حسن القرد لما سألنا عنه هل هو سيضخ في الموازنة العامة للدولة أكدت مجموعة الاقتصادية من خلال أحد ممثليها أنه لا مش هيدخ في الموازنة العامة للدولة هو موجه للمشروعات هتتم عملية الاستثمار فيها أو توسيع عمليات قاعدة الاستثمار فيها بشكل كبير لكن كما نعلم أن صندوق النقد الدولي لا يقدم أمواله هباء ولديه دوما شروط بأي قدر سوف نستطيع استيعاب هذه الشروط لدينا هنا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وفي ظل أوضاع السوق خلينا نشوف مميزات القرد وعيوب القرد وإلا هيأثر بشكل إيجابي على الاقتصاد وإلا هيأثر بشكل سلبي وبالتالي بورصة ستبتح تفاعل معي إيجاباً وسلباً القرد ده شهر اللي بد منه الاقتصاد أو الشوح الدولاري اللي حصل بسبب أزمة السياحة وأزمة تحولات المصريين في الخارج وصدرات المصرية عمل عجز كبير جداً في عجز الميزان التجاري ووصل حوالي فوق الـ 40 مليار دولار حقيقة فده خلي الدولة مش عارفة تعمل سيطرة على سوق الموازي ووصل سهر الدولاري بره فوق الـ 13.5 لفترات قصيرة ينعمل الحمد لله الناس قدر تسيطر إن الصندوق النقد هيلزمك بشروط خلينا نتكلم بصراحة صندوق النقد بيلزم أي دولة هتاخد منه قرد إن تمشي على هيكل إصلاحي للاقتصاد بتاعه طبيعي هيكل إصلاحي أو تقشف بالضبط وإحنا مصر في المشروعات الإستراتيجية الكبيرة الاقتصاد بتاعنا مفروض الاقتصاد انفتاحي الاقتصاد استثماري يعني إحنا بنتوسع مش هنعمل سياسات تقشفية خالص فإحنا محتاجين القرد أو محتاجين القرد طب هنتلافع صدق فيكت بتاعه إزاي من ضمن شروط القرد إنه هيخفض بيلزمك بتخفيض جزء العملة المحلية عشان توصل للسعر العادل اللي هو شايفه إنه هو ده سعر العادل طب إحنا لو خفضنا الجنيه المصري ده هيعمل إيه هيرفع رازة التضخم هيدخلنا في رقود اقتصادي البنك يتدير يرفع سعر الفايدة هنلف في دائرة مقفولة هنعمل حل مشكلة بمشكلة من ضمن مشاكل القرد برضو إنه هو أكيد ده في الحزبة الاقتصادية بشكل ما مراعاة هذا الشروط بالضبط الشرط السيء ده للاقتصاد ممكن مستثمر بورصة هي ليه شرط إيجابي تقفيد سعر الجنيه لازم يوزيق نقطة التعادل بتاعه إن المدخرات بتاعته هتقل فيلاقي إن الأسهم بتاعة البورصة المصرية أسعارها حلوة جدا يتخذها ملازق آمن هي بالنسبة له هي معهوة معدلات آمنة أو شكل آمن من أشكال استثمار بالنسبة لي هو بالنسبة للمصري اللي معها عملة محلية مدخراته بتقل إيميتها بتقل دلوقتي خلاص هيروح بها فين الملازق الآمن الوحيد اللي يقدر يتنفس فيه الأسهم المصري فهو عشان كده إنه ممكن لو شرط ده سلبي على الاقتصاد بس إيجابي بالنسبة لأسواق بس إيجابي لحد الفترة المتوسطة أو المدى المتوسط مش على المدى البعيد يتم حل أزمة الدولار في المدى المتوسط بالضبط بالضبط هذه نقطة مهمة جدا إن دي من ضمن سلبيات القرد إحنا ممكن لحتى لو خدنا الدفع الأولى من القرد وابتدى البرنامج الحكومي اللي اتحرض على الرئيس إنه يتنفذ البرنامج التشغيلي والبرنامج الإنتاجي للصناعات المصرية والصناعات المحلية بس برنامج ده مش برنامج طويل المدى مش مفروض مش طويل المدى مع موضوع حصن الإدارة لازم المؤسسات المحلية والمصانع بتاعت قطاع الأعمال لازم تشتغل شركات قطاع الأعمال نصهم حقق خسائر مع جماعة غيروا الإدارات وشتغلوا وضخوا منتها كده كانت نستورد المنتج المستورد ده مش شاف نعمل في مصر سهل لازم يحصل إعادة تشغيل وإنتاج للمنتج المحلي ده هيحل لك مشكلة كبيرة جدا ممكن يخليك تستغنى عن الدفعات الثانية من القرد من صندوق النقد وما نحطش الاقتصاد تحت الضغط الهيكالي الخالق الهيكالي الضغط الهيكالي من صندوق النقد فدي من ضمن طبعا المشاكل من ضمن مميزاته أنه هيساعدنا طبعا هنعمل شوية هنكبح شوية الجموح بتاع ارتفاع الدولار في السوق الموازي يعني ما وصلش لأرقامي 15 ولا كلام ده كله هيساعد شوية أنه يدينا شهادة استثمارية أو شهادة اقتصادية أن الاقتصاد المصري قادر متعافي وقادر يسدد هناك ثقة في هذا الاقتصاد هيينفع شوية معنا لإحتياط النقدي بس كل ده كل ده معا يعني مش حلول اقتصادية حقيقية جزرية بالنهاية بالزبط هي في النهاية محاولة للحل إلى حين إيجاد قاعدة اقتصادية حقيقية في مصر بالزبط هذه الحقيقة اللي يزم نواجهها طيب أستاذ عبد الحميح ذكرت من واحدة من أهم أسباب ارتفاع البورصة اليوم أو هذا العلو اللي ما شاهدناهوش يعني في 13 شهر هو تصالح رجال الأعمال يمكن على قيمة هذه القائمة اللي شاهدنا أخبارها هو حسين سالم لكن في 25 آخرين تمام ليه؟ هو النهاردة لما تم التصالح مصر دخل لها دخل لها دخل إيراد من حسين سالم كم؟ خمسة وثلاثة من عشر في شكل عقارات ده إيرادة هو إحنا دخل في الموازنة صح جدا؟ سليم لو 25 رجل أعمال تم التصالح معهم توتل الأصول أو توتل رد المظالم زي ما أنا بسميها أو معالجة الفساد اللي كان تم في فترات السابقة ممكن يعمل رقم كواس جدا يساعدنا في تقفيد العجز من الموازنة اللي وصل 11.5% كنا بنأمل في الموازنة أن يوصل 8.5% كون أن نقط 11.5% دي مشكلة كبيرة جدا خصا أنها دخلين على قرض وعلى زيادة التزامات وزيادة ديون فده اتجاه أن الدولة تتصالح إحنا نعمل إيه بسجن الرجال العمال هنعمل إيه بسجنه يعني طبعا إحنا نبص للجانب الإيجابي في الموضوع وهو فكرة الدخل لدخل للدولة في هذا التوقيت تحديدا أخش على جزئة دانية وهو تنفيذ برنامج الدولة في مجال المشروعات وهذا كأشرت تحديدا لاهتمام بصناعاتين من أهم الصناعات في مصر الآن والاتنين لديهم مشكلات جمع حديد والسلط والغزل والنسيق مرضوض هيكون إزاي خاصات دي من الصناعات اللي عايز كم كبير جدا من الاهتمام وضخ أموال وبتعاني المشاكل في نفس الوقت خلينا برضو نشوف المشكلة المزمنة اللي في الاقتصاد المصري اللي هو العجز المزان التجار تعال نشوف كده مندل الغزل والنسيق والملابس الجاهزة هنا بنستورد بأرقام قد إيه وتعال نشوف احنا دلوقتي لو ده اتحول لصناعة محلية هيستوعب قد إيه عمالة هيستوعب هيؤدي قد إيه معدل نمو الاقتصاد المحلي هيوفر قد إيه دولار كان خارج مني بشتري بيه وكنت بدعم بيه أو بشغل بيه المصانع الخارجية يعني المشكلة دي هاضرف أكتر من يعني هوصل لأكتر من هدف بحجر واحد زي ما بيقولوا يعني كنا شغل صناعة زي دي عندنا المحلة وعندنا ودن تانية كتير وسامع النصيون جاية تعمل عندنا مدينة كاملة لصناعة الحديد للغزل والنسيق غزل والنسيق ده هيؤثر بشكل كبير هيفيد لإقتصاد المصري جدا ده بيعمل المستثمرين بيعمل المستثمرين الفيشن بتاعه للإستثمار المصري والاقتصاد المصري الاقتصاد ده معدل نموه ممكن تفوق الـ 5.5% و7% معدل تشغيله ونسبة البطالة ممكن تقل عنه هيحصل بالانس أو توازن للسعر الصرف ما بين السوق الموازي والسعر البنكي هيشجع المستمرين أن يعرف أنه لو دخل بدولار يعرف رخك بنفس القيمة على العقل بدل ما حقق خسير سعر الصرف فده يفيد لإقتصاد جدا وده يخلينا نطقل زي ما حضرك يقولنا في أول الحلقة الاقتصاد المصري باقتصاد حقيقي اقتصاد إنتاجي تشغيلي نعم أتفق معك تعال نروح لجزية أخرى وزير المالية عمر الجرحي قال للحكومة بتستهدف أنها تحصل ما بين من 6 إلى 8 مليار من طرح أسهم من شركات القطاع العام في البوص الكلام ده من أسبوعه من بداية 2016 من قبل ما 2016 تبتدي أن الدولة عايزة تطرح مجموعة من الشركات في البورصة علشان تعلي من قيمة رأس المال السوقي بشكل عام تعزز من قوة البورصة هل هذا الاتجاه ما سيعزز البورصة بشكل حقيقي في الفترة القادمة؟ هو أخيرا لو ده تنفذ هيبقى فعلا الحكومة أو الدولة قدرت تستفيد من المهمة الأساسية والرئيسية للبورصة المصرية أو لأي بورصة في العالم المهمة الرئيسية لأي بورصة هي أداء التمويل الشركات القطاع العام دي اللي هي التروح في الحكومة اللي هي مصر اللي الدولة تستهدف منها 6 أو 8 مليار جنيه في عدد طرحها وكان سبق قبل جدل أنها ترحنا مصرية التصوات آخر طرح حكومي في 2005 آخر طرح حكومي في 2025 في المياه كان في سيد كريير آخر طرح حكومي كان المصرية التصوات في 20 في المياه بتاعت المصرية التصوات الدولة هنا هتقدر تعمل بالمشاركة مع القطاع الخاص إدارة مختلفة إدارة تهدف للربحية يا جماعة الإدارة بتاعت كطاع الأعمال الحكومي هي تروحات 2005 كانت تروحات نجاحة في مجملها هل يمكن الحكم عليها بجيب ده بغض النظر عن هي أن سعرها الحالي أو سعر الأسهم دلوقتي الحالي أقل من الطرح أو أقل من الطرح الفكرة نفسها فكرة صحة يعني خلينا فكرة الطرح نفسها في حد ذاتها هي فكرة جاذبة لأن حضرك ما تنسيش اللي كان ساعتها قبل كده كان في الخصخصة الكاملة اللي هو البيع 100% من الأصول الحكومية بما تملك من أصول وبما تملك من إمكانيات وكان بيبيع طبعا بسعر بخص وكان بيبيع كامل حصة 100% إنما اللي بيحصل طرح مختلف عن عمية الخصخصة تماما يعني خصخصة جزئية لا بس عن ده حد بالزبط بالزبط أنا أشرت الموضوع ده عشان الناس تفاهم يعني طرح هو خصخصة جزئية إنما الإدارة هتبقى للحكومة بزبط لأ حتى إحنا أوضحنا ده النهاردة في نشرات الاقتصادية إنه محدد النسب من إدارة الحكومة طرح صغير هيفيد الإدارة جدا بفكر القطاع الخاص الشركات دي ممكن تتحول لربحية ومعدل نمو ببير جدا هيسوب بكل ده في الآخر في معدل نمو الاقتصاد المصري طيب هيفيد توقعات بخفض الجنيه ويقيل إنه ممكن يتم على أكثر من مرة وقيل ثلاث مرات وده قيل في إطار الشرط أيضا صندوق النقد الدولي والقرد هل ده متوقع فعلا كيف سيكون تأثيره على الاقتصاد المصري في هذه المرحلة وحجب ركود وأيضا حجب تدخل متوقع طبعا هو متوقع جدا طبعا عشان كده النهاردة نشوف الشراء أو الأسبوع اللي فات كله الشراء اتجاه مؤسسي مبني على دراسة طبعا اتجاه مؤسسي الأفراد ما بيشتروش في الأفراد في معظم الأيام مركز بها لأن المؤسسات بتعمل وفقا للخطة ده اللي احنا شايفينه بشكل حقيقي وهم بيكونوا القوة الضغطة الحقيقية اللي على السوق مؤسسات شايفية المؤسسات ما حضرتك قلت جدا في احتمالية كبيرة لخفض الجيني خلينا نكلم بصراحة إلا إذا ثبت عكس ذلك إلا إذا كانت هناك وجهة نظر حكومية تعمل على ما هو عكس الدلاء الاقتصادية أو المؤشرات الاقتصادية بتقول أن احنا محتاجين القرد فأعتقد أن احنا هنوصل لحل يرضي الأطراف جميعا بين الحكومة المصرية وبين سندوق الناد فهنخفض تخفيض جوزي نعم هنخفض تخفيض جوزي تأثيره على الاقتصاد تأثيره على الاقتصاد تأثير سائق جدا تأثير سائق جدا ده طبيعي بس كمان احنا بنتكلم عن مفاوضات بتجرى الآن مع صندوق النقد الدولي لا نعلم إلى أين وصلت فيها الحكومة بشكل حقيقي ربما يكون لديها بعض ما نقول عليه يعني الحلول في هذه المفاوضات لكن دي توقعات نتمنى توقعات نتمنى بس ده هي أثر على نسبة ضخم جدا هيخلي البنك المركزي يحرك سعر الفايدة تاني هيعمل أعمالية ركود وزيادة في الأسعار هيخلي الحكومة تعمل زيادة الدعم عشان تسيطر على الأسعار هيدخلنا هيدخلنا زي ما بقول في أول الكلام هنحل مشكلة بمشكلة يعني هو للأسف الاقتصاد ده زي ما يكون حلقة يعني مرتبطة اجراءات واجراءات تنفيذية اقتصادية مرتبطة بدينا في الآخر فيجن أو صورة اقتصادية واضحة وكاملة هنحل ده كله إزاي في نهاية المشكلة أو في بداية حل طرح الشركات في البورصة ده حل كواس جدا جدا هنغير على الأقل الفكر الإداري للشركات دي الثاني انها ممكن نخفض أجزة الموزنة بالتصالح مع الناس استرداد أراضي كبيرة جدا ومبلغت كبيرة جدا نعم الدودة طبعا في طريق مصد سكندريا والنهاردة سيد بورين محلب لكانت من الجهود الكبيرة جدا التي بوزلت في هذه الفترة أراضي أنا أعتقد نهاردة الدولة استرددتهم نعم البرنامج الاقتصاد الجماعة لازم يتنفذ ما فيش وقت يعني هو برضو فكرة الوقت يعني لو حلينا فكرة الوقت وإجراءات التنفيذ هنحل بشكل كبير من شكل الاقتصاد المصر نعم نعم أستاذ عبد الحميد في هذا الإطار بازا تتوقع من أداء البورصة في الأسبوع القادم ارتفاع تاني إن شاء الله الشكل تكون مراكش رؤية المؤسسة بالشكل الكبير وارتفاع متواصل وأن فعلا الأسهم قيمتها السعرية مغرية جدا وأن ده ممكن تبقى ملازق في الفترة على المدى القريب أتوقع أن السوق ممكن يعمل عملية جاني أرباح جزئي في الـ 800 أو 850 اللي احنا عندها النهاردة نعم وممكن لو قدر يكسرها 8600 تبانية جاني أرباح السوق ياخد نفس شوية يحصل عملية تغيير نعم وساعتها يكون بين الإجراءات للتخزيات الحكومة مع صندوق النقد وساعتها لكل مقام مقام أستاذ عبد الحميد إمام خبير أسواق المال أشكرك شكرا جزيلا على وجودك اليوم النهاردة معنا في مؤشر الميل شكرا مشاهدينا إلى أن ألقاكم مع بداية التداول في بداية الإسبوع يوم الأحد القادم لكم منا كل التحية